مشاهدين الساعة دلوقتي تمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم من الأنباء مع هيلة تفضلي هيلة شكرا منا الثامن صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتمركزة بمنفذ رفح البري انتظارا لعبورها إلى الجانب الآخر وخلال زيارته لمحافظة شمال سيناء توجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها والحكومات التي حرصت منذ اللحظة الأولى على تقديم مساعدات لأهالي غزة نقلت وكالة الأنباء الفرنسي عن الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية قولها أن مصر قررت استقبال واحد وثمانين جريحا من الإصابات الخطيرة بقطاع غزة عبر معبر رفح للعلاج في مستشفيتها وأشارت الوكالة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية إلى إقامة أول مستشفى ميداني على مساحة 1300 متر مربع لاستقبال الجرح الفلسطينيين حال وصولهم إلى مدينة الشيخ زويد أدانت مصر بأشد العبارات لاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا مما أصفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يزيد الأزمة راهنة تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل وقعت اشتباكات ضارية شرق خان يونس بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية أثناء توغلها في قطاع غزة وأجبرتها على التراجع وكبدتها خسائر في العتادي والأفراد من جانبه اعترف جيش الاحتلال بمقتل تسعة من جنوده في مواجهات مع المقاومة يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الاتصالات الفلسطينية من قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت تماما بقطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طول كرام هذا وقد واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية طوال الليل على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف من قطاع يونس وجنين وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني أن خمسين فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف جوي لمخيم جباليا للاجئين شمال غزة كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن ما لا يقل عن ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرين فلسطينيا من بينهم ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان واربعين طفلا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري قال المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي إن الجولة الأخيرة والأكثر دموية من الصراع العنيف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة تهدد بإلحاق عواقب كارثية بالمنطقة ككل وفي إحواطته أمام مجلس الأمن الدولي أضاف جراندي أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة وفي العالم دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأضاف جراندي أن الأسابيع الثلاثة الماضية قدمت دليلا مدمرا على أن تجاهل القواعد الأساسية للحرب بما فيها القانون الدولي الإنساني أصبح على نحو متزايد هو القاعدة وليس الاستثناء مع مقتل المدنيين الأبرياء بأعداد غير مسبوقة احتج متظاهرون ضد وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين على الحرب في غزة خلال اجتماع في مجلس الشيوخ لطلب مساعدات لأوكرانيا والإسرائيل ورفع صف من المحتجين أيديهم ملطخة باللون الأحمر في الهواء احتجاجا على الحرب ولاحقا أخرجتهم شرطة الكونغرس من الغرفة بعد أن رددوا هدافات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة أعلنت حكومة تشيلي أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاوري ردا على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان لها أن تشيلي تراقب بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشبه في هذه المرحلة معاقبة السكان المدنيين الفلسطينيين وإن أفعال إسرائيل في غزة لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي يأتي هذا في وقت أعلنت فيه حكومة بوليفيا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل